يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن 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 ايغان قد خصك الرحمن يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال عز من قائل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدريم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فتلاوة القرآن يا معاشر المسلمين من أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى من أعظم ما نتقرب به إلى الله جل وعلا تلاوة كلامه وتلاوة كتابه جل وعلا قال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بأنه يقال بأنه إذا كان يوم القيامة بأنه إذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترددها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومن هنا قال بعض السلف رضوان الله عليهم إن درجات الجنة إن الله جل وعلا جعل الجنة على درجات وجعل درجاتها على عدد آي القرآن العظيم praise be to Allah who has created time and has made some times better than others some months and days and nights better than others when rewards are multiplied many times when rewards are multiplied many times as a mercy towards his slaves this encourages them to do more righteous deeds and makes them more eager to worship him so that the Muslim renews his efforts to gain a great share of reward prepare himself for death and supply himself in readiness for the day of judgment servants of Allah I exhort you and myself to have taqwa piety of Allah and obedience to him and I warn you and myself of repelling against him and disobeying his order there are many significant features of this day Allah praise Allah Allah praise to all praise to Allah who made the confession who made the confession of monotheism and protection and fortification for his servants his is a praise blessing and dominion Allah has promised those who obey those who obey him to be rewarded by going to paradise جنة Allah Almighty says قال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الله Almighty says and thus we have sent to you O Muhammad روح a revelation and the mercy of our command you knew not what is the book nor what is the faith but we have made it this Quran a light wherewith we guide whosoever of our slaves we will and verily O Muhammad صلى الله عليه وسلم are indeed guiding mankind to the straight path Allah's revelation of Islamic monithism those who want to be true believers and obey Allah must learn the Holy Quran and follow the instructions of our great messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم may Allah's peace and blessings be upon him قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم خيركم من تعلم القرآن وعلم Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم say the best of you are those who learn and teach the Holy Quran أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فيا معاشر المسلمين تلاوة القرآن تلاوة القرآن من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا reciting the holy قرآن is one of the greatest ways that brings a person closer to his creator الله Almighty and strengthens faith in the heart of believers قال جل وعلا إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَةِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ الله says verily those who recite the book of Allah this Quran and perform as a salah iqamah and spend in charity out out of what we have provide for them secretly and openly they hope for a trade that will never that will never perish that he may pay them their wages in full and give them even more out of his grace verily he is oft forgiven most ready most ready to appreciate good deeds and to reward and to يقول لهم صلى الله عليه وسلم لا يوجد الناس يتجربون على مدى الله يتجربون الله ومعلمونها معاً ولكن الناس يتجربون لهم ومساعدتهم 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 و الله أكبرهم للمشاهدين الذين معه المسلمين القرآن الكريم هو ممتع دي إنه يأتي بشكل صحيح للقرآن المسلمين إنه يأتي بشكل صحيح للقرآن المسلمين إنه يأتي بشكل صحيح للقرآن المسلمين لأن القرآن الكريم هو مرساة للقرآن ومرساة للقرآن للقرآن is a way to help Muslims rise in heaven قال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترددها the more they recite in heaven the higher their rank becomes Quran also protects the Muslims from shaitan and fear reciting Holy Quran protects the Muslims from evil angels descends from the heavens to listen to those who recite the Holy Quran that is why Muslims must always fear Allah and recite the Holy Quran and to be closer to their creator it is a way to live in a peace and avoid sadness I say this and I ask Allah forgive you and me and we ask Allah سبحانه وتعالى to bless our Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم his household his companions and his followers till the end of the time اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك الموحدين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا وارزقنا برهم أحياءً وأمواتا اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلاد كندا اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واستعملهم في طاعتك واحفظهم وأزواجهم وذرياتهم من كل سوء ومكروه برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون